التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي مع كل من المستشار الألماني ولاف شولتز ورئيس مجلس الانتقالية اليمني رشاد العليمي ورئيس كودبوار الحسن وطارة وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح حيث قدموا تحياتهم وتقديرهم إلى رئيس عبدالفتح السيسي وحرصهم على مواصلة جهود تطوير العلاقات السنائية مع مصر وخلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية على همش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية حيث بحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف ناقش وزير الخارجية أليات التنصيق والتعاون إذا مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدا من جانبه حرص مصر على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع هذا وعقد وزير الخارجية اجتماعا مع رئيس وزراء كرواتيا ووزراء خارجية الجزائر وكينيا وريتريا ونيجاريا وموناكو ووزير الدولة الأغاندية